اشتركوا في القناة يحيط بهم مراسلو الشبكات الإعلامية الأمريكية عندما تحدثنا إلى اللاجئين سمعنا عن مآسيهم الإنسانية مثل لطيفة التي تركت ابنها وراءها في كوزفو وبشير أديمي الذي أسهب في كيفية طرد الشرطة الصربية له وزوجته من بيتهما وكيف انصاع لأوامرهم بعد أن رآهم يقتلون جاره الذي رفض مغادرة بيته وممتلكاته وأكد لنا اللاجئ علي غوشا أن طائرات حلف شمال الأطلسي هي التي قصفت ودمرت بيته بصاروخ تموهوك بسبب محاصرة القوات الصربية لمنطقته وكيف أنه وزوجته وابنه الرضيع ناموا في العراء لستة أيام قبل عبورهم الحدود إلى مقدونيا ومع هذا بدى الارتياح واضحا على وجوه البعض مثل هذا الشاب الذي وصل لتوهي هاربا من مآسي الحرب في وطنه خمسون في المائة من اللاجئين الكوسفيين في قاية فوردكس هم صغار نقلتهم الطائرات الأمريكية من مقدونيا التي مارست الضغوط على حلف شمال الأطلسي وأغلقت حدودها أكثر من مرة في وجه المطرودين والهاربين من ويلات الحرب حتى الآن أكثر عن 215 ألف اللاجئ قبلوا من دول مختلفة ونصهم تقريبا سفروا من مكدونيا إلى دول مختلفة حب أعمل نداء خاص للدول العربية أنها برضو تقبل حتى لو عدل صغير مؤقتا في الدول العربية على أساس تخفف الضغط الموجود الآن في مكدونيا هذه هي المرة الأولى التي تعتني فيه الولايات المتحدة باللاجئين على تربة أمريكية وهم يصلون منذ الخامس من مايو أيار الماضي إلى هذه القاعدة بمعدل ألف وأربعمائة أسبوعيا وحتى أوائل هذا الشهر وصل نحو ستة ألاف لاجئ أمكن إسكان نحو ألفين وخمسمائة منهم بنما ظل الباقون في هذه القاعدة يجادل كثيرون بأن توزيع اللاجئين وإسكانهم في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة إنما يساهموا في واقع الأمر في تحقيق ما يوصف بالتطهير العرقي في كوزوفو that is a very understandable concern and obviously we didn't take lightly our commitment to bring people to the united states understanding that we could be, by doing that signaling our association with Milosevic and what he's trying to accomplish but we believe very strongly that people are committed to returning to their homes the day before the first flight arrived we got indication that some people كثير من اللاجئين يعانون من المشاكل النفسية حتى أن 15 طبيبا يشرفون على علاجهم كما يوجد في المعسكر نحو 400 عسكري يطبقون تعليمات مشددة توصيهم بالحديث إلى اللاجئين وإظهار حساسية نحو دينهم وتقاليدهم ومشاعرهم يطلقون على هذا المكان اسم القرية ولكنه في حقيقة الأمر منطقة احتواء للتأكد من خلو اللاجئين من الأمراض وللتدقيق في خلفياتهم وسجلاتهم الإجرامية إن وجدت عندما يصل اللاجئ إلى فوردكس وتطئ قدمه التربة الأمريكية تستغرق عملية نقله إلى مركز الإجراءات ويسمى بمركز الترحيب مدة 40 دقيقة لإنهاء معاملاته الرسمية في خمس ساعات تقريبا يعطى بعدها بطاقة يعلقها في رقبته تحمل صورته وإسمه ورقم الهجرة ورقما آخر لوكالة الإغاثة المتبنية له تشمل القرية تسعة عنابر للنوم ويمكنها أن تستوعب أربعة آلاف ومئتي لاجئ أعوذ بالله من الشيطان الرهجين بسم الله الرحمن الرحيم اللاجئون فخورون بدينهم الإسلامي ولكن لا بد من القول أنه لا توجد في الولايات المتحدة جمعية إسلامية واحدة مخولة رسميا من وزاة الخارجية الأمريكية لاستضافة مثل هؤلاء اللاجئين المسؤول في الخارجية الأمريكية يرددون دائما أن قبول اللاجئين لا يشكل دعوة للإقامة الدائمة وكما قال نائب الرئيس الأمريكي ألغور مؤخرا نتوقع منهم أن يعودوا لكوسوفو ولكن الإدارة الأمريكية لا تركز على حقيقة قانونية وهي أنهم لن يستطيعوا شرعا إرغام اللاجئين على العودة إلى بلادهم إذا فضلوا البقاء في أمريكا طلال حاج لبرنامج مرسل والجزيرة واشنطن